حرصا من الاعتبة العباسية المقدسة في تقديم الخدمات والمساهمة الفاعلة للسيطرة على الأزمات التي تعصف بالبلد باشرت ملاكاته بإنشاء مشروع بناية ردهة الحياة الرابعة لعلاج المصابين بوباء كورونا التي تنفذها لصالح دائرة صحة كربلاء المقدسة باشرنا بالتوجيه من السماحة المتولة الشرعية العتبة العباسية بزيادة الطاقة الاستيعابية لمحافظة كربلاء وبموقع مستشفى الزهراء بإنشاء ردهة حميات أو ردهة استقبال المصابين على مساحة ألف متر مربع تم وضع القواعد الأساسية لإنشاء 16 قاعة تحتوي كل قاعة على ثلاثة أسرة مع توفير الخدمات الصحية لتكون ضمن سعة الغرف المضافة بعد ردهة الحياة الثانية إلى مدينة الإمام الحسين عليه السلام التعليمي يعني المبنى عبارة عن قاعات 16 قاعة تحوي ثلاثة أسرة للمصابين أو للمعزولين المشتبه بهم حتى يتم نقلهم إلى ردهة الحميات وهذه بها كل المواصفات الخاصة بالتهوية بالمجموعة الصحية المنفردة بالنسبة للمصابين إضافة إلى المنظومات الأخرى منظومة الإنذار منظومة الإطفاء منظومة الإنارة والتهوية والبنى التحتية المجاري والماء مساحة المشروع وبحسب المخططات الأولية له التي أعدتها الجهة المستفيدة من المشروع ستكون بجزئين الأول عبارة عن عيادات للفحص مع مختبرات والجزء الثاني يختص لعلاج المصابين بوباء كورونا إذ تواصل الملاكات عملها من أجل إنهائها ضمن التوقيتات الزمنية اشتركوا في القناة